نشرت أكاديمية الكافي للإسعاف والتدريب الطبي التابعة للعتبة العباسية المقدسة فرقا جوالت مدربة وفق أحدث التوصيات الدولية في هذا المجال داخل الصحن الشريف لأبي الفضل العباس عليه السلام ومحيطه الخارجي أخذت على عاتقها أسعاف الزائرين في حال حدوث أي طارئين وإخلائهم إلى أقرب مفرزة طبية عمدت أكاديمية الكافي للإسعاف والتدريب الطبي على زيادة عدد المطوعين لهذه السنة لنشرهم في أماكن خارج وداخل العتبة العباسية المقدسة لتفادي أكثر عدد من الحالات وتقديم الإسعافات الأولية توزعت هذه الكوادر المسعفة في محيط الحرم المطهر مكون من المسعفين القادرين على إسعاف الحالات التي تحدث داخل الحرم والتعامل مع أي حدث طارئ والتعامل مع الكوارث مدربة على برامج الإنعاش القلب الراوي وإسعاف المسعف الأول التعامل مع الإصابات الحرجة وكذلك النقل الطارئ للمصاب فرق الأكاديمية أسهمت من خلال مواسم الزيارات السابقة في إنقاذ حياة مئات الزائرين وأسعفت آخرين حرصا منهم على سلامة الزائرين وتوفير الجو المناسب للزيارة فضلا عن فنية التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة التي تحصل بسبب الزحام الشديد وتقديم المساعدات الآنية لهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة